قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سيد القصير أن صدرات مصر الزراعية وصلت إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون طن العام الجاري وذلك وفقا لتقرير انطلقاه من الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي صدرات خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى أمس وضف وزير الزراعة أنه يتم تصدير الفائد عن احتياجات السوق المحلية لجلب العملة الأجنبية مشيرا إلى أن أهم الصدرات الزراعية هي الموالح والبطاطس والبصل التازق والطماطم التازق والبطاطا والفراولة والفصولة التازق والجفة والثوم والبطيخة